بالعودة الى مربع الصفر انتهت الجولة الثانية من مشاورات الكويت وفي مهب الريح تناثرت المساعي الاممية في البحث عن حل سياسيا لمواجهة الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد هكذا اصبحت الصورة بعد اعلان تحالف ميليشيا الحوثي وصالح الاتفاق على تشكيل مجلس اعلى لادارة شؤون البلاد سياسيا وعسكريا والذي اعاد الوضع الى ما كان عليه في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 الحكومة وفي اول تعليق لها جاء على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي الذي عد هذا التصعيد انقلابا جديدا اضع على اليمنيين فرصة السلام مطالبا المجتمع الدولي بادانته المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ وفي بيان الله قال ان هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعها وفد تحالف الحوثي والمخلوع بدعم العملية السياسية التي تتم باشراف الامم المتحدة مؤكدا انه يعد انتهاكا قويا للقرار الاممي 22-16 الذي طالب بعدم اتخاذ اي اجراءات احادية من شأنها تقويض مساعي احلال السلام اذا هو تصعيد غير محسوب العواقب وضع الميليشيا وجها لوجه مع المجتمع الدولي بعد ان كشفت نواياها الحقيقية التي اصرت على رفضها بان تكون طرفا في السلام بعد ان كانت سببا في الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة